بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة 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 والرحمة العالمين حكم الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة في الصيام يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر وعلى الذين يتيقونه فدية طعام مسكين فمن تتعوى خيرا فهو خير الله وأن تصموا خير لكم كنت تعلمون كما قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أول ما فرض الصيام كان تطوع وكان في شاق كان الفطرة اللي بيأكل منها الصائم بين المغرب واللياشة فقط ولا يجوز له أن ينام ولو نام لا يجوز له أن يأكل يعني هذه الفطرة يعني هي المباحة بين المغرب والعيشة يأكل ويأتي النساءه إذا كان يريد أن يأتي النساء إذا نام يحرم عليه الطعام ويحرم عليه إتيان النساء لكن كان على الخيار ما كانش فيه إكبار طبعا ده السحاب عقده مشقة شديدة من هذا سومنيوس الخيازة بعد ذلك فربنا قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام وكما كتب عليدينا من قبلكم لعلكم تتقون معنى كده أن السيام كان مكتوب على النصارى وعلى اليهود في شهر رمضان لكنهم بدلوا وغيروا كما قلنا قبل ذلك بدلوا رمضان بأيام أخرى وغيروا ماهيت السيام بدلا ما بقى السيام تام عن الأكل والشرب والطعام بقى يحلوا نفسهم بعض الأطعمة وحرموا بعض الأطعمة فربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب عليدينا من قبلكم حتى يعني يفهم الناس أنه ليس شيئا جديد أنه ليس ليس شيئا جديد فهذا يسر يعني الناس كما قال رسول حسن ما كنتوا بدعة من الرسل وما أدري ما يفعلوا بي ولا بيكم فلما الإنسان يفهم أنه نفرض عليه أشياء فرضت على الأمم الصابقة فإذا هذا تسكن نفسه أنه يجب عليك أن يطيع لماذا كتفرض على الأمم السابقة وقد أطاعه فيجب عليك أن توطيع أنت أيضا كما كنت يب عليكم السيام كما كنت يب عليدينا من قبلكم لعلكم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو عمر سافر فعدتهم من أيام الأخر فالمريض والمسافر يجب عليك أن يقضي إذا كان مرض غير مزمن ومسافر لا يسأل له أن يفتدي وعلى الذين يتيقونه فدية طعم سقين أنا ما قالوا يتيقونها يتجشمونها أو يشعرونها بشقة شديدة وبعدنا ما قالوا فيه لام اللام هنا محظو فعالة الذين لا يتيقونهم فدية طعم مسكين يعني تطعم عن كل يوم مسكين طبعا ما الذي يطعم هو حكم الحامل والمرضع الواجل الكبير في السن والمرأة الكبيرة في السن ما فيش خلاف فيهم أن هم تطعم أو يطعم وطبعا الأدلة على كده أن أولا سيدنا أنس ابن مالك رضا عنه عندما كبره في السن ربما أصل أو تسعين أو المائة شق عليه السيام في سنة من السنين فأفطر أفطر شهر رمضان وأطعم سلسين مسكين دفعة واحدة خبزا ولحمة فالكبير في السن أو الطعم في السن خلاص ده حكم حكم المريض المزمن فالمريض مرض مزمن لو يرجع شفاءه واحد مريض بسكر أو واحد كبير في السن ده خلاص ما يقدرش يقضي ده ليس له إلف ده هو ده معنى والذين يتيقونه فدية ومطعام مسكين لكن ورداء اختلفوا الحامل والمرضع طب الحامل والمرضع ده أمر عارض يا سنة دي حامل سنة الجاية حتكون وضعت هل تقضي الصيام بعد الحمل ولا تفطر وتقضي ولا تطعم ولا يسعلى ولا يسعلى قضاء هناك في خلاف عبدالله ابن عباس قال في حكث من الحديث صحيح للمرأة الحامل أو المرأة المرضى أنت من الذين قال عنهم سبحانه وتعالى وعلى الذين لا يطيقونهم في دوتاني يعني أنت من الذين لا يطيقين الصعام فعليك الفدية ولا يسعليك القضاء لكن الإمام أحمد والإمام الشافعي قالوا عليهم الفدية وعليها القضاء يعني يجب عليها أن تقضي هذه الأيام بعد ذلك وأنت تفتدي بعض الماء قالوا عليها القضاء فقط وليسعليها الفدية وهذا هو أصح الأقوال في الرأيي لأن حكم المرضى وحكم الحامل أنها ده أمر عارض أمر عارض فالحامل مش كل واحدة حامل ولماذا قالوا إيه قالوا إذا خافت الحامل المرضى إذا لقيت مشقة شديدة من الحمل وخافت على الجنين وعلى نفسيها تفتر إذا لن تخف كانت قوية والحملة ما كانش متعسر عليها لا جزء للإفطار كتحامل أو مرضى لكن هي رخصة قدرنا بقى حديث للرسول عليه السلام نص في مسائل دي يعني يعني يحسن من خلاف إلى حد كبير للرسول عليه السلام قال يعني عن الراوي أنس بن مالك إن الله وضع إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة إن الله وضع عن المسافر الصومة وشطر الصلاة ووضع عن ووضع عن الحامل والمرضع الصيام أو الصوم بس العصصة ما بينش طب تقضي طب هي وضع عنها الصيام بتعمل إيه هل تقضي ولا تطعم يعني العصصة لم يبين لكن عماء قالوا إيه وبعض العماء قالوا إيه قالوا بدن العصصة جمع بين الصوم بدن بالسفر وإن الله وضع عن المسافر ومسافر أصلا حكم حكم المريض كنتب عليكم الصيام كما كنتب علي الذين من قبلكم لعليكم أياما ما عدوا دا فما كانوا منكم مريضا أو على سفر في عدتهم من أيوم أو أخر ما جابش تطعم خالص مفيش فدية هنا وكانوا على الذين يتيقونه فدية تطعم المسكين يبقى دول مين دول شعصا جمع هنا مع المسافر اللي هو زي زي المريض المريض حامل والمرضع يبقى إذن الحامل والمرضع حالهما أقرب إلى المسافر والمريض مرض غير مزمي إذن عليهم القضاء بنص كتاب الله وليس عليهم الفدية لكن طبعا قول عبدالله عبدالله عباس لأنه حبر الأمة والابن عام رسول صلى الله عليه وسلم وابن كبار الصحابة معتبر وافقه على ذلك بعض العلماء لكن كلاسيكو بعض العلماء قالوا يعني المام مالك الحامل مع لهاش إنها أصلا تقضي ولا حتى تطعم طبعا درأي ضعف في ضعف لأنه لا يوافق كتاب الله قال وليفق السنة معنا لا يعلم ربما في أحد أقوال قال ذلك وفي روية عنه قال العكس لكن شفع وأحمد قال عنها الفداء وعلى القضاء يعني تقضي هذه الأيام وتفتدي أيضا يعني الأصح الأصح إنها إما هناها تقضي إما تفتدي والأقرأ والقضاء هو الأقرب للصواب لأنها حكم المريض فربينا قال على المريض فعدته من الأيام من الأخرى يعني يعني يقدر هذه الأيام لكن ما قال شي فداء لكن من اللي يفتدي الكبير تطعم في السن المرأة الكبيرة تطعم في السن أو المريض مرض مزمن يستحيل أو يصحب جدا الشفاء منه زي مرض السكر أو شيء ومضطر أنه لازم يأكل فيفتر ففي الحالة هو دا هو دا اللي يفتدي لأنه ما عندهش أمل يقضي وبالما مش هيقضي يبقى يطعم المسكين يبقى إذا الأقرب للصواب ربنا قال فلما ربنا سبحانه قال وعلي ذينا تكون فيديا تطعم مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله فلما قال في الأول كان لسه السيام مش إفجباري فقاله فمن تطوع خيرا فهو خير الله معناها لو يقدر يطعم أكتر من المسكين يطعم ومعض ربنا قال يصوم ويطعم فلن ربنا قال وعلي ذينا تكونه فيديا تطعو من مسكين فمن تطوع فمن تزاد عن لو أكتم أكتر من المسكين يطعم وعلي ربنا قال وانت صوم وخير لكم فدي كان نسخ لأن كان الكبير في السن يفتر أو يصوم ما فيش أي مشكلة من نسبان لكن وابن قال أنت صوم خير لكم يعني إذا كنت تقدر تصوم أحسن أنك تصوم بديكة النسخ أو ده التدرج في التشريع لغاية من نزل القول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو ده للناس إذا ما قال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم فأصبح الصيام فريضة جازمة على كل قادر ومن أفتر يوم من في رمضان بدون أزر لم يجزه أو لم يجزئه صيامه الضهري كله إلا إذا كان عنده أزر قهري فالكبير في السن حتى لو كان يقدر لازم يصوم عنده قوة لازم يصوم لكن إذا كان حيبا فيه مشقة جديدة أو يخاف على نفسه هلون له أن يفعل مثل السيدة ألس الملك يبقى الأقرب للصواب في أكثر من رأي فلنسأله الحامل الممرضع تقضي الأيام دي وتطعم فلنسأله لا عليها أطعم بس ما تقضيش فلنسأله عليها القضاء بس وأنا أمين لهذا الرأي والله إذا أطعمت مع القضاء يكون أفضل لأن ربنا ألف من تطوع خيرا فهو قال الله قاله أن اللسون مع التطوع أو أنه يزود عن مسكين مسكين ثاني يعني يزيد يعني يحب يزيد في التطوع يزيد فأقرب الأراء وصحها وصحها في رأيي هو أنها تقضي هذه الأيام لأنها حكمها حكم المريض حكم المريض غير بمرض غير مزمن فحكمها حكم المريض بمرض غير مزمن يبقى إذا لا يجوز لها أو الأصح أنها تقضي هذه الأيام ومتى يعني عايزة تتطوع عايزة تتطلع فيدي يتطلع لكن يتكون أنها تطلع فيدي وما تقضيش هذه الأيام أنا أنا في نفس الشيء لأن حكمها حكم المريض الحديث الرسول السلام أن الله وضع عن المسافر عن المريض والمسافر الصوم وشطرة الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصيام وحطوهم الرسول وحطوهم في حتة واحدة مع ناس اللي هم المريض والمسافر دول المسافر دول المسافر ده بيقضي ما معلوش فدية يبقى إذا كأن المرضى والحامل هي كمان تقضي ويتطلعش فدية لكن عبد الله بن عباس قال لذلك وقال لبعض الماء علوم الفدية علوم الإطعام وبعض الماء قبل إذا الفدية تبقى ازاي الفدية أو تبقى بعض الماء قالوا مد ملء كفين الرسول صلى الله عليه وسلم زي كفين يسر وبعده قال مد ياد الرجل المتوسط وبعض الماء قالوا صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر اللي هو القمح يعني القمح غالي والصاع أربع مدود ملء الكفين هكذا يبقى صاع أربع مدود يبقى مدين أمح أو مد شعير أو مد زبيب ملء الكفين أو أنت تطعم مسكين من أوسط ما تطعمه من أهليكم يعني تشوف الوجب بتاعتك بتتكلف كام وتطعمه من بعض الماء قالوا أوسط قالوا متوسطة وبعض الماء قالوا أوسط يعني أفضل وأصح إنها الأفضل لأن ربنا سبحانه وتقال إنساءتهم الله الجنة فاسألوه في الدوسة الأعلى فإنها أوسط الجنة وعلاها في الأوسط وقال أوسطهم أي قال أفضلهم قال أوسطهم لو لا تسبحون أي أفضلهم فكلمة الوسط وذلك جعلناكم أمتا وسطا فأمة محمد هي خير الأمة فكلمة وسط معنا الأفضل فإذا تطعم المسكين ده كأفضل وجبة أمتا بتكول شوف أنت أفضل وجبات تكول إيه وتجيب مسكين طبعا إطعام أفضل منك المذهب إمام ببا حنيفة قال لك أنت تخرج طبعا الوجبة دي مالا يكون هذا المذهب جيد جدا لأن هناك حديث عن سيدنا معازم من جبل صحيح أنه مراحل يأخذ الزكاة وكان وكان قادم في اليمن قال لهم يعطوني الزكاة مش مال يعني يعطوني في الزكاة ملابس أيصر لكم وأنفع لأصحاب رسول الله على سلم أيصر لكم وأنفع لأصحاب رسول الله ما قال لش ما قال لش يدوني الزكاة مال وزكاة أوجب الزكاة أوجب من من الإطعام ف اللي ناسب مصلحة لي يعني مش ممكن أدي فقير أكله قاله تعالى أكلك هو عنده او جيب احزية او ملابس للاولادة او او مش ادي جيب تمان دواء. وهو عنده اكل في فيتو. فين المنفع هنا. يبقى الانفع هو ان انا ادي له مال. يبقى تقدر الوجبة دي. تقدر الوجبة دي بالتمة بالفلوس وتدفع تم الوجبة. يبقى ازن الحامل والمرضع. لو عايز تقوم برأي سيدنا عبدالله ابن عباس. يبقى هتشتقوم الايام فترة عشرة ايام كل يوم الوجبة احسن وجبة بتكونها بكام. وتطلع وتضرب العرشة دي بتاعة وتطلع الفلوس دي كلها. تقومها مال وتطلعها. والله ان اخذت بظهر الحديث او بظهر القرآن وقابة مسكين واطعميتهم يكون افضل. لان يكون احوط. ما اقدرش تعمل كده. وعايزة تطلع فلوس يا جوز. لان المال لطعام ربما يكون غير مجزئ الان. يعني هو مش غير مجزئ من ناحية الكفارة او ناحية الفادية. هو جوز مجزئ ان شاء الله طب انا نصح انا نصح القرآن. لكن انا بقولي الانف على الفقير ايه? انف على الفقير ان هو يعني ياخد فلوس في ايده. ان هو ياخد فلوس في ايده. فلكن اصح هذه الاكوار في رأيي انها تقضي. لان الحمل والرضاعة امر غير امر غير مزمن هو امر عارض. والامر العارض اللي هيزول الاحسن ان الانسان يقضي. حتى لو فترة شهر الكامل تقدر تقضي الشهر دي. لو صامت كل شهر ثلاثة ايام. في عشرة شهر فترة عوضة ايه. ايه اللي اتداعي بقى? طب ايه اتداعي? لو هي قضية الايام دي خلاص. معلش انها تطعم. معلش انها تطعم. زي المريض. واحد مريض الفلونزا وفترة خمسة ايام. بيقضي الامراض. ربنا قال فمن كانوا منكم مريضا او على سفر فعدتهم من ايام اخر. ما قالش بجاب سيرة الفيدي خلص. فالمريض والمسافر ده حالة غير مزمنة. يبقى الحامل المرضى. اه. الحامل. نقيسه على المرض. هو بمسابة مرض. فترة نصف شهر فتقضي هذه الايام. وليس عليها فدية. حبيت انها تطلع فدية. يبقى الله يفهم التطوع خيرا فهو خير الله. يبقى مع الصيام. تقضي. وهذا رأي الامام احمد. ورأي الامام الشفعي. فا.. لكن افضل ايه الاراء انها تقضي فقط. والله يستقبل بالأحوط وتطلب طلع فيها مش هجرة حاجة عايز تقوم برأي سيدنا عبدالعب عباس وانهو كان يقول ان انت من الذين يتيقونه وتفتدي وما تصومش بس يعني انا مقول الأحوط هو الأحوط لحديث رسوله السلام ان الله وضع عن المسافر الصوم وشيطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصيام او الصوم يبار ربنا هنا جمع الجمع الحامل والمرضع مع المسافر والمسافر مع المتفاق والماء معلوش قضاء معلوش قصدي اناسف معلوش فدية يبقى برضو الحامل والمرضع معلوش فدية يعني انها تقضي بان انه شيء غير مستمر وطبع ما احنا قلنا الفدية عبارة عن مد او عبارة عن نصف صاع وده الأصح نصف صاع من قمح من بر او صاع كامل من شعير او قرز انهم ارخص والصاع اربع مدود بقى نصفيها كده في اربع مدود اربع مدود من بل الكفين فده او انها تقوم من الوجبة دي وتشوف تكلف كان بالفلوس وتدفع هذا تدفع هذا ده تفسير مبسط او الحكم الحامل او المرضع او الكبير في الصوم او المسافر المسافر طبعا بيقضي هذه الايام والمريض مرض غير مرض من بيقضي هذه الايام ومعلوش فدية اقول لخولها لايض لايضا استغفاله пошتجرع لكم ونحن لأسانكم قوية دي وتساعدون على شرصات ربوية أقول قبل أن تستخفوا